في الأسبوع اللي فات إسرائيل وفقت على الموازنة الجديدة نظرة بسيطة عليها تعرفوا صعوبة الوضع اللي عشاها إسرائيل الموازنة كانت 584 مليار شكل زادت 70 مليار وطبعا زاد عجز الميزانية الميزانية اتأخرت بسبب خلافات بين الوزراء لأن كل وزير كان مطلوب منه يتنازل عن جزء كبير من ميزانيته لصالح ميزانية الدفاع والحرب والصحة فميزانية الزراعة قلت ميزانية التعليم قلت والبحث القلمي قلت وبعد كل ده لسه الميزانية مش مقضية يعملوا ايه يعملوا ايه قال لك طب نقلل الوزرات ونلغي الوزرات اللي ملهاش لازمة فالمستنقع الحكومي بتاعنا تانية هو اختلف وما قدروش يعملوا ده طب يعملوا ايه يعملوا ايه قال لك بس احنا نزود الضرايب فالميزانية الجديدة زودت الضريبة على ارباح البنوك في 2024 و25 من 17% ل 26% وزادت الضريبة على الدخل والضريبة على الخدمات الصحية وضريبة القيمة المضافة واستحدثوا كمان نظام اللي هو الضريبة الكارفولية وقال لك ده عشان نحمي البيئة يعني امامير امامير بتوع البيئة دولي طب لو انت مواطن بتحمي البيئة فعلا وعندك عربية كهرابة هيدفعوك ضريبة برضو اخترعوا ضريبة على العربية الكهرابة وقال لك كل كيلو هتمشيه تدفع لنا قصاده ربع شكل وضغطوا على نفسهم بصراحة وقالوا المخصص والمخصصات المالية لنشر التعليم اليهودية في العالم اللي كانت 8 مليار شكل نزلوها ل5.5 مليار بس